أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية الخامس ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغة الجميلة موضوع الدرس الوحدة السادسة الصنف اللغوي النكرة والمعرفة يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولا أميز الاسم النكرة والاسم المعرفة ثانيا أستنتج الاسم المعرفة المعرف بأل ثالثا أستنتج الاسم المعرفة العلم فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف الصنف اللغوي النكرة والمعرفة عزيزي الطالب من خلال عنوان الدرس أختار الكلمة الصحيحة أي الكلمات التالية يعد اسما الخيارات الخيار الأول يلعب الخيار الثاني الراعي الخيار الثالث إلى ما الإجابة؟ نفكر قليلا الراعي الراعي أحسنتم يلعب فعل الراعي اسم إلى حرف جر أعزيزي الطالب أقرأ الكلمات التالية لأتعرف ما يدل منها على شيء معين وما يدل على شيء غير معين الخيارات الخيار الأول شيء معين الخيار الثاني شيء غير معين المجموعة الأولى الخيارات حسين حديقة التلفاز تبوك فتاه حصان حسين الخيارات شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة؟ نفكر قليلا حسين شيء معين أحسنتم معرفة عزيزي الطالب من أي أنواع المعارف حسين ما الإجابة؟ علم أحسنتم حديقة الخيارات شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة؟ شيء غير معين نكرة أحسنتم التلفاز شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة؟ نفكر قليلا نفكر قليلا يا أحبة شيء معين معرفة أحسنتم تبوك الخيارات شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة؟ نفكر قليلا شيء معين أحسنتم معرفة من أي أنواع المعارف؟ نفكر من أي أنواع المعارف؟ علم أحسنتم العلم اسم سمي به مكان تبوك فتاة الخيارات الخيار الأول شيء معين الخيار الثاني شيء غير معين ما الإجابة؟ شيء غير معين نكرة حصان شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة؟ شيء غير معين نكرة المجموعة الثانية التفاحة الرجل سعاد ساعة الكويت التفاحة شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة نفكر قليلا شيء معين أحسنتم معرفة رجل الخيارات شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة نفكر شيء غير معين نكرة عزيزي الطالب ما تعريف النكرة نفكر الاسم الذي لا يدل على شيء معين أحسنتم سعاد شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة يا أحبة شيء معين أحسنتم معرفة من أي أنواع المعارف سعاد نفكر علم أحسنتم ما تعريف العلم اسم سمي به إنسان سعاد ساعة الخيارات شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة شيء غير معين نكرة أحسنتم الكويت الخيارات الخيار الأول شيء معين أو شيء غير معين ما الإجابة يا أحبة نفكر قليلا شيء معين أحسنتم معرفة معرفة استنتج النكرة ما تدل على شيء غير معين مثل رجل المعرفة ما تدل على شيء معين مثل سعاد الكويت استنتج أنواع المعرفة المعرف بأل مثل المخترعات الجاذبية الذكاء عزيزي الطالب أعرف النكرات التالية بأل ثم أدخل كل كلمة في جملة مفيدة النكرات مصباح مكتشفون هاتف عبقري مصباح نكرة نضيف إليها التصبح معرفة المصباح ما سبب التعريف إضافة أل أحسنتم المصباح الجملة المفيدة المصباح يضيء الغرفة مكتشفون نكرة نقوم بتحويلها إلى معرفة ما الإجابة المكتشفون أحسنتم مكتشفون نكرة نضيف إليها التصبح معرفة المكتشفون المكتشفون ما الجملة المفيدة يا أحبة نفكر المكتشفون يخدمون العلم المكتشفون يخدمون العلم أحسنتم هاتف نكرة نقوم بتحويل النكرة إلى معرفة ما الإجابة الهاتف الهاتف أحسنتم هاتف نكرة نضيف إليها ال تصبح معرفة الهاتف ما سبب التعريف ما الإجابة إضافة ال ما الجملة المفيدة يا أحبة نفكر قليلا الهاتف جديد أحسنتم عبقري نكرة نقوم بتحويل الكلمة إلى معرفة ما الإجابة العبقري أحسنتم عبقري نكرة نضيف إليها ال تصبح معرفة العبقري أحسنتم ما سبب التعريف ما الإجابة إضافة ال أحسنتم عزيزي الطالب ما الجملة المفيدة نفكر قليلا العبقري يحب البحث أحسنتم عزيزي الطالب نستنتج مما سبق بأن النكرة إسم لا يدل على شيء معين مثل مصباح هاتف عبقري المعرفة إسم يدل على شيء معين مثل المصباح معرف بأل المكتشفون معرف بأل الهاتف معرف بأل العبقري معرف بأل أنواع المعرفة العلم اسم سمي به إنسان أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر ليميزه عن باقي أفراد جنسه عزيزي الطالب في الكلمات التالية أحدد أيها معرفة بإضاءة الكلمة الخيارات الخيار الأول أبهى الخيار الثاني رجل الخيار الثالث هاتف الخيار الرابع سامي ما الإجابة نفكر أبهى أحسنتم إجابة رائعة أبهى معرفة من أي أنواع المعارف يا أحبة نفكر علم أحسنتم ما تعريف العلم اسم سمي به إنسان أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر ما الكلمة الأخرى نفكر سامي أحسنتم سامي معرفة من أي أنواع المعارف ما الإجابة عالم أحسنتم عزيزي الطالب معين وينقسم إلى قسمين المعرف بال العلم المعرف بال مثل الرجل العلم مثل ليلة هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته